الله أكبر الله الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليّا وليّ الله الله أكبر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله صلى الله على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله صدق الله العلي العظيم ما هو التوحيد وما هو الشرك وما هو الفاصل الدقيق بين التوحيد والشرك التوحيد الذي هو الأصل الأهم والأول والأولى أيضا من أصول الإسلام قد نبدأ في الحديث عن التوحيد بتفسير التوحيد ثم نذكر شواهد وأمثلة ولكن اليوم أنا أعكس نبدأ بالشواهد والأمثلة ثم ننتقل إلى تفسير التوحيد بإذن الله تعالى هذه الأمثلة ضمن أسئلة أولا نطرح الأمثلة الأسئلة ثم نبحث عن جواب هذه الأسئلة السؤال الأول من نستعين السؤال الثاني من هو الولي السؤال الثالث من هو الوكيل السؤال الرابع من هو الذي يعلم الغيب السؤال الخامس من هو الشافي السؤال الآخر من هو المحي ومن هو المميت السؤال الآخر من هو الخالق هذه أسئلة السؤال الأول من نستعين الآية الآية القرآنية صريحة واضحة بأن الذي يستعان به هو الله فقط الآية التي نقرأها في كل يوم على أقل التقادير عشر مرات في الصلوات الواجبة نقول إياك نستعين نستعين تقديم ما حقه التأخير يفيد الحاصر إياك مفعول نستعين فعل الضمير الموجود في الفعل نحن هذا فاعل المفعول المفعول موقعه بعد الفعل إذا تقدم المفعول على الفعل من جملة فوائد هذا التغيير في الصياغة إفادة الحاصر يعني لو كنا نقول نستعين نستعين فعل الضمير فيه فاعل كضمير المفعول كان يعني أننا نستعين الله عز وجل وربما نستعين غير الله أما إياك نستعين يعني نستعينك ولا نستعين غيرك تقديم ما حقه التأخير يفيد الحاصر الآية واضحة الاستعانة فقط وفقط بالله عز وجل ولكن نجد في المقابل أحد خيرة الموحدين المؤمنين ذو القرنين بصريح العبارة في القرآن الكريم استعانا بغير الله أعينوني بقوة طلب من الناس أن يعينوها ذو القرنين مشريك حشاخ من خيرة المؤمنين من خيرة الموحدين كيف استعانى بغير الله عز وجل السؤال الثاني جواب هذه الأسئلة بعد الانتهاء من الأسئلة السؤال الثاني من هو الولي القرآن الكريم واضح قل أغير الله أتخذ وليا هذا استفهام إنكاري البعض يسميه استفهام استنكاري لإنكار الشيء الإنسان أحيانا يستفهم الشيء الغلط الشيء الخطأ يقول أنا أفعل هذا الغلط والخطأ لا قل أغير الله أتخذ وليا أنا لا أتخذ وليا غير الله الولي هو الله عز وجل فقط الله ولي الذين آمنوا الولي هو الله ولكن القرآن الكريم في آية القرآنية أخرى وآيات قرآنية أخرى يبين أنه يوجد ولي غير الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون الله يوجد ولي غير الله يعني يوجد تناقص في القرآن حشخ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا توجد نقطة باطلة في القرآن لا أقول كلمة لا أقول جملة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من نخلف كيف نجمع بين آيتين من هو الولي ثالثا من هو الوكيل الوكيل هو الذي يوكل الأمر إليه يوكل أمر ما إليه هذا وكيل القرآن الكريم أيضا واضح القرآن الكريم يقول في الوكيل لا تتخذوا لا تتخذوا من دوني وكيلة نهي صريح لا تتخذوا وكيلة من دون الله أسأل منكم سؤالة تتخذوا من دوني وكيلة غلط ممكن أن الأنبياء الأوصياء الرسل كل البشر كل الصالحين كل الموحدين يصنعون شيئا خاطئ يوجد نبي ما وكل في حياته أحدا من البشر لا يوجد في قضية وقضية وقضايا وعشرات القضايا كانوا يوكلوا من حاله ومحال بقية الناس ماذا يعني لا تتخذوا من دوني وكيلة سؤال رابع من هو الذي يعلم الغيب القرآن صريح ليس تلويحا تصريح بأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل صريح لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله آية واضحة صريحة ولكن القرآن الكريم في آيات أخرى يبين أنه غير الله أيضا يعلم الغيب كيف نجمع بين هذه الآيات وبين هذه الآية المباركة آلم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا إلا يعني ماذا بعد إلا الحكم كاملا بعكس قبل إلا ما جاء ما جاء إلا زيد يعني زيد جاء يعني ما جاء اقلبه اصنعه جاء لا يعلم الغيب إلا لا يظهر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلا يعني ماذا يعني يظهر على غيبه هؤلاء يظهر على ماذا على غيبه كلمة غيب نفس الكلمة آية تقول لا يعلم لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الغيب هنا أيضا غيب كيف نجمع بينهما آية أخرى مباركة وما كان الله ليطلعهم على الغيب ولكن الله يشتبي من رسله من يشاء آية قرآنية ثالثة تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك غيب أيسى بن مريم كان يخبر بالغيب أم لا وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ينبئ بأشياء غيبية إذن يعني ماذا لا يعلم الغيب إلا الله هؤلاء يعلمون الغيب كيف نجمع بين هذه الآيات المباركة سؤال آخر من الذي يميت ومن الذي يحيي آية القرآنية تقول الله يتوفى الأنفس حين موتها الله آية القرآنية أخرى تقول قل يتوفاكم ملك الموت من يتوفى الله ملك الموت من يحيي قائد مسيرة التوحيد إبراهيم الخليل عليه وعلى النبي وآله الصلاة والسلام يقول بالنسبة إلى من يحيي والذي يميتني ثم يحيين الله الله هو الذي يحيي ولكن عيسى بن مريم يقول أنا أحيي أحيي الموت هو عيسى بن مريم ينسب الإحياء إلى نفسه من يحيي اللهم عيسى هل إبراهيم الخليل كلامه مناقض لكلام عيسى بن مريم حاشا رسولان عظيمان سادة رسل الله سبحانه وتعالى كيف نجمع بين هذه الآيات الذي يحي الله أم عيسى النبي إبراهيم يقول الله عيسى بن مريم يقول أنا أحيي وأحيي الموت من الذي يشفي إبراهيم الخليل يقول وإذا مرضته فهو يشفي عيسى بن مريم يقول أنا أشفي وأبرئ الأكمهة والأبرص أنا أنا أشفي أبرئ أنا من الخالق الخالق هو الله عز وجل واضح أيضا عيسى بن مريم يقول وإذ أخلق لكم من الطين أخلق كلمة أخلق مادة الخلق لا أكثر من هذا تبارك الله أحسن الخالقين يعني يوجد هناك خالقون ليس فقط عيسى لا خالقون ولكن الله عز وجل أحسن الخالقين ما هو وجه الجمع بين هذه الآيات هذه الأمور إذا نسبناها إلى غير الله سبحانه وتعالى هذا الشرك أم لا من الذي يطعم الناس والذي هو يطعمني ويسقين النبي إبراهيم حسب هذه الآية المباركة ما قال والذي يطعمني ويسقين قال والذي هو يطعمني هو هنا للتأكيد هو هنا للحصر أيضا من جملة المعاني التي يستفاد من هذا من كلمة هو الحصر والذي هو يطعمني ويسقين فقط الله يطعم ويسقي ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسير يطعمون لا الناس العاديون وأطعموا أطعموا أنتم وأطعموا القانع والمعتر أمر من الله عز وجل بالإطعام الله عز وجل يأمر بشيء لا نتمكن منه حشا لله إذا كان الإطعام فعلا لله عز وجل فقط كيف الله عز وجل أمر بشيء نحن لا نتمكن منه لا يمكن كيف نجمع بين هذه الآيات هذه الأمور خاصة بالله عز وجل أم لا وأمثال هذه الأسئلة عشرات من الأسئلة لو أردنا أن نأتي فقط وفقط بالآيات القرآنية ضمن هذه المجموعات من الأسئلة احتجنا إلى ساعات وساعات ما هو جواب هذه الأسئلة جواب واحد في سطر واحد أقول الجواب التوحيد هو طبعا جانب من التوحيد هذا التوحيد هو نفي الصفات الكمالية الذاتية اجعل تحت كلمة الذاتية خطين التوحيد جانب من التوحيد هو نفي الصفات الكمالية الذاتية عن غير الله سبحانه وتعالى بعبارة أخرى أوضح لا تعتقد أن شخصا مخلوقا له صفة ذاتية لا تعتقد بهذا العقيد الذي صفاته من نفسه هذا هو الله عز وجل فقط كل الخلائق صفاتهم من الله سبحانه وتعالى الصفات الكمالية من الله خلاصة الجواب يعني ماذا حسب هذا الجواب نرجع إلى الآية المباركة إياك نستعين أم نستعين غير الله ذو القرنين استعان بغير الله بصريح الآية القرآنية أعينوني استعان بغير الله لماذا استعان ذو القرنين وهو موحد وهو من سادة الموحدين في زمانه ذو القرنين استعان بغير الله عز وجل لأن الله عز وجل أعطى لأولئك القدر على الإعانة كانوا يتمكنون أن يعينوا بقدرة من الله عز وجل فذو القرنين مشى الطريق الذي جعله الله عز وجل هذا الشخص عنده قدرة يتمكن أن يعينك هذه القدرة من أين من نفسه لا من الله الله عطاها هذه القدرة استعان به عادي ما فيش قال هذا لا يخالف التوحيد بل هذا عين التوحيد من هو الولي الله أم رسول الله الولي الحقيقي هو الله عز وجل رسول الله ولي أم لا نعم الله عز وجل جعله وليا إنه وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين آمنوا منهم بإجماع المفسرين هو أمير المؤمن المقصود من هذه الآية الكلمة صلوات الله عليه اللهم لا أريد أن أأتي بالرواية الشريفة الكثيرة علي ولي كل مؤمن من كنت مولاه فهذا علي مولاه لا الآية القرآنية هي القرآن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون إذن الولاية لرسول الله صحيحة أم لا نعم صحيحة هذه الولاية من الله فصحيحة الولاية الحقيقية لله ولكن الله عز وجل جعل رسول الله جعل أمير المؤمن جعل أهل البيت عليهما صلى الله عليه وسلم أولياء الخلق من هو الشافي اللهم عيسى الشافي بقدرته الذاتية هو الله وحده ولا غير عيسى بن مليم أيضا شافي ولكن يشفي بقدرة من الله الله عز وجل جعل في كف عيسى الشفاء يمسح على موضع الألم الألم يختفي يمسح على موضع المرض المرض يذهب اليد تشفي من جعل الشفاء في هذه اليد الله الله يشفي بقدرته الذاتية لا يحتاج إلى أحد أيسى بن مليم يشفي بقدرة من الله عز وجل ألم الغيب ألم الغيب يعلم الغيب غير الله نعم القرآن يقول لا ويقول نعم كيف نجمع ألم الغيب الألم الذاتي هذا خاص بالله عز وجل لا يعلم الغيب بذاته أحد من القلق لا رسول الله لا غير رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن الله عز وجل يطلع يظهر على غيبه من ارتضى عيش ابن مليم كان يعلم الغيب كان يخبر يخبر بالمغيبات وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في ويتكم مغيبات هذه في عبارة من أخرى إخواني ليس فقط علم الغيب حتى العلم العادي إذا نسبته إلى نفسك أو إلى أي مخلوق بذاته هذا الشرك يعني ماذا يعني أنا الآن أعلم أن هذا اليوم هو يوم الجمعة أعلم هذه المعلومة هذه المعلومة أعلمها بذاته أم أعلمها بتعليم من الله عز وجل هذا الفارق هذا الفارق بين الشرك والتوحيد إن قال قائل طبعا لا يوجد من يقول هذا الكلام إن قال إن قال قائل أنني أعلم هذه المعلومة بذاتي من نفسي من دون حاجة إلى الله عز وجل هذا مشرك أما إذا قال الإنسان أنا أعلم هذه المعلومة هذه المعلومة البسيطة العادية أن هذا اليوم يوم الجمعة أنني جالس في المسجد أن الآن وقت النهار هذه المعلومات العادية إذا نسبها الإنسان إلى نفسه بذاته هذا مشرك إذا نسبها إلى نفسه بتعليم من الله عز وجل هذا التوحيد هذا العلم العادي هذا العلم العادي إيسى بن مريم دائرة علمه وسيعة أوسع من البشر العاديين بكثير هذا علم عادي إيسى بن مريم عنده علم الغيب دائرة كبيرة من علم الغيب يخبر بأمور مغيبات الرسل عندهم علم الغيب عندهم كل شيء يعني درجات وقد جمع الله سبحانه وتعالى علم الأولين والآخرين علم الشهود علم الغيب كله في محمد وآله محمد صلوات الله عليهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كل شيء موجود قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه هذا الذي الله عز وجل هذا الذي أعطاني هذه المعلومات العادية أعطى عيسى بن مريم معلومات أكثر من ذلك بكثير جزء من علم الغيب هذا الذي هو الله عز وجل أعطاني هذه المعلومات العادية وأعطى لعيسى بن مريم معلومات كبيرة أعطى كل العلم لمحمد وآله محمد هذا عين التوحيد لا تقل أنه لا يعلم الغيب إلا الله لا يعلم الغيب إلا الله يعني حتى بتعليم الله هذا خلاف القرآن هذا ليس توحيداً هذا خلاف القرآن القرآن يصرح بأن الله عز وجل قد أطلع على غيبه لا يوجد شافي إلا الله لا الشفاء فقط من الله عز وجل الشفاء بالله عز وجل فقط من الله صحيح كل شفاء من الله ولكن الشفاء فقط بالله الذي يشفي فقط هو الله إذن إن شامل مريم ماذا كان يصنع ما كان يشفي كان يشفي أمرار البشر عاجزون عن شفائها أبرئوا الأكمه والأبرص يا أخي لماذا نذهب إلى عيسى بن مريم عظيم أم لا طبيب عادي يشفي طبيب عادي يشفي بعض الأمراض يعطيك جرعة يشفيك هذا شفاء أم لا شفيت من هذا المرض أم لا شفيت من الذي شفاك طبيب عادي لا أقول عيسى بن مريم عيسى بن مريم كان يشفي أمراض لا يتمكن أحد من شفائه لا طبيب عادي يشفي أمراض إخواني لماذا أقول طبيب أصلا جمادات جمادات تشفي الثوم يشفي من بعض الأمراض البصل النعناع هذه شنو ما هي هذه الأشياء تشفي أم لا العقارات العقاقير العشاب التي تشفي تشفي من ماذا تشفي من أمراض هذا عقار يشفي يعني عقاقير عشاب عشاب تشفي نعناع يشفي نعناع نعناع بقدونس يشفي كزبورة تشفي تشفي أم لا كم قرأتهم كم تعرفون أمراض تشفى بهذه الأشياء أم لا هذا شرك لا إن قلت العشب هذا النبات هذا هو يشفي من نفسه هذا شرك أما إن قلت أن الله عز وجل جعل فيه شفاء من مرض هذا عين التوحيد أصلاً هذا البديهي كل البشر يعتقدون يوجد بشر لا يعتقد بأن بعض الأعشاب شفاء لبعض الأمراض كل البشر يعتقدون وكل البشر يستعملون شخص يستعمل أعشاب شخص يستعمل برندول كلها جمادات لا الشافي فقط هو الله عز وجل إذن البندول ماذا يصنع اتفاح ماذا يصنع اتفاح شفاء أم لا لا يريد أن أذكر روايات شريفة لا الأمور البديهية التي نعرفها الشفاء بالقدرة الذاتية فعل الله فقط الشفاء من الله لا الله عز وجل جعل الشفاء في أشياء وأشياء والبعض يأتي يستغرب أننا نستشفي نطلب الشفاء من رسول الله عجب أعشاب تشفي هذا ليس شرك نستشفي نطلب الشفاء نقول يا رسول الله اشفني لا هذا شرك عجيب تذهب إلى طبيب للاستشفاء هذا ليس شرك تطلب الشفاء من رسول الله شرك طبيب عادي إنسان عادي أذهب إلى سيد الشهداء أطلب الشفاء من سيد الشهداء هذا صار شرك الفاصل الدقيق بين التوحيد والشرك نسبة صفة كمالية جزء من الجانب من التوحيد طبعا نسبة صفة كمالية ذاتية إلى غير الله هذا شرك نسبة الصفات الكمالية إلى المخلوقات بإعطاء من الله عز وجل هذا عين التوحيد الشفاء أطلبه من أهل البيت نعمة ما تصنع يلزم أن نصنع هذا الشيء أطلب من أهل البيت إحياء الموتى إيسى بن مريم كان يحيى الموتى رسول الله لا يتمكن استغفر الله أمير المؤمنين لا يتمكن من أحياء الموتى ما هو أحياء الموتى بالنسبة إلى أهل البيت عليه الصلاة والسلام لا شيء أطلب الرزق من رسول الله من أهل البيت لا الرزق من الله عجيب وارزقوهن أنت الإنسان العادي أبو المولود يلزم عليك أن ترزق المرضعة لمولودك لابنك بنتك وارزقوهن في القرآن الكريم وإذا حضر القسمة أولو القربة واليتامة والمساكين فارزقوهن أرزقوهن الله يقول أرزقوهن أنت أرزق أنت الإنسان العادي ترزق رسول الله لا يرزق عجيب طلب الرزق من رسول الله صار الشركة عجيب الله أكبر أين وصلوا هؤلاء وقس على ذلك بالنسبة إلى غير رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام بحدود ضمن الحدود التي الله عز وجل الله بالنسبة إلى رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام القدرة بلا حدود العلم بلا حدود كل شيء بلا حدود اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم حذف المتعلق يفيد الأموم يعني كلمة أنعمت عليهم يعني أنعمت عليهم بجميع النعم كيف يمكن أن الله عز وجل ينعم على شخص بجميع النعم إذا جعل عنده مصادر قدرة الكون يكون قد أنعم الله عز وجل عليه بجميع النعم لا ننسى هذا الفاصل لأنه للأسف أقول وهذا مؤسف غيرنا يمشي طريقاً هذا من الأساس غلط ولكن المؤمن لا يلتفت لا يفهم الفاصل بين التوحيد والشرك هذه مشكلة ينسب بعض الأمور العادية للشرك يقول لهذا شرك بعض المؤمنين للأسف في القضايا العادية يقول شرك تأثير طبعاً من أعلام وثقافات أخرى هذا الفاصل الدقيق لازلنا في أجواء ذكريات أفراح الصديق الكبرى صلوات الله والسلام عليها قبل أيام كانت ذكرى مولدها الشريف يوم أمس ذكرى فرحتها الثانية أو لعلها الأولى تلك الثانية أقرأ لكم حديثاً شريفاً هذا الحديث الشريف نقله الحميري رضوان الله تعالى عليه الحميري من خلص من خيرة الثقات من أصحاب الإمامين العسكريين صلوات الله عليهم يروي بواسطة واحدة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ويروي روايات مباشرة عن الإمامين العسكريين صلوات الله عليهم عنده كتاب قرب الإسناد كتاب مشهور من الكتب المشهورة في هذا الكتاب يروي بسند موثق الحميري عن ابن ظليف ابن ظليف هو الحسن ابن ظليف الثقة عن الحسين ابن علوان الحسين ابن علوان موثق عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لما أسري بي إلى السماء وانتهيت إلى سدرة المنتهى شجرة ضخمة ضخمة سدرة المنتهى وانتهيت إلى سدرة المنتهى قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الورقة منها تظل الدنيا يعني تظلل على الدنيا وعلى كل ورقة ملك يسبح الله يخرج من أفواههم هؤلاء الملائكة الدر والياقوت تبصر أوصاف نسمعها ولا نفهمها ولكن هذه أوصافها تبصر اللؤلؤة لمعان هذه اللؤلؤة تبصر اللؤلؤة مقدار خمسمائة عام مسافة خمسمائة عام أنت ترى لمعة هذه اللؤلؤة وما سقط من ذلك الدر والياقوت يخزنونه ملائكة الموكلون به يلقونه في بحر من نور يخرجونه كل ليلة جمعة إلى سدرة المنتهى إلى أن قال صلى الله عليه وآله فلما نظروا هؤلاء الملائكة مسؤولين على سدرة المنتهى الذين يجمعون الدر والياقوت فلما نظروا إلي رحبوا بي وقالوا يا محمد مرحبا بك إلا أن يقول صلى الله عليه وآله فسمعت الجنان تنادي وشوقاه إلى علي وفاطمة والحسن والحسين إلا أن يقول صلى الله عليه وآله قيمة الجنة بأنوار هؤلاء الجنة الآن خالية يعني تلك الجنة من هذه الأنوار تشتاق تشتاق الجنة إلى هؤلاء صلى الله عليه أختم كلامي هناك فقيه كبير مرجع تقليد سابق من المراجع السابقين عنده قصيدة رائعة في الصديق الكبرى صلى الله عليه وسلم أنا هذه القصيدة حصلت عليها يوم أمس أحد الخطباء الكرام أهدى لي نسخة من هذه القصيدة أقرأ لكم بعض الأبيات القصيدة لعلها أكثر من أربعين بيت لعلها أقرأ لكم بعض الأبيات انتخاب بعض الأبيات من هذه القصيدة الرائعة لفقيه كبير وأختم بهذه الأبيات الكلام يقول درة عن الصديق الكبرى صلى الله عليه درة أشرقت بأبها سناها فتلألأ الورى فيا بشراها لمع الكون من سنى نور قدس بسنى ناره نار ذلك النور بسنى ناره أضاء طواها يَا لَهَا لَهَا لَمْعَةٌ أَضَاءَتْ فَأَبْدَتْ لَمَعَاتٍ هَدَى الْأَنَامْ هُدَاهَا يا جماده كفاك فخرا لدى الأشهر مهما تفاخرت في علاها كشف الله فيك عن سره الغيب وأهدى البتول للطهر طاها اللهم أسأل على محمد هي نور الله الذي ليس يطفى وهي الصفوة التي أصفاها لم يكن في الوجود لولا علي كفوها آدم فمن عزجاها اللهم أسأل على محمد بلغت مبلغا سمت عن عديل ليلة القدر نخبة لا تضاها توجد لليلة القدر شبيه؟ لا ليلة القدر من هي؟ بلغت مبلغا سمت عن عديل ليلة القدر نخبة لا تضاها لا ولم يحص فضلها غير من أحصى نجوم السماء وأشب ثراها أين يحصى مديح كنز لآل ليست لؤلؤة كنز لآل أين يحصى مديح كنز لآل لم يبن للأنام إلا ثراها لا ترمها لا تتوقع أن تعرف من هي فاطمة تتمكن أن تعرف من يتمكن أن يعرف لا ترمها فإنها سر غيب إن تجلت أو اختفت لن تراها لا يتمكن البشر أن يرى فضل فاطمة سواء تجلت أو اختفت لا ترمها فإنها سر غيب إن تجلت أو اختفت لن تراها مريم الطهر لم تنلها على ألاء لا ولا كلثم ولا من سواها خيرات النساء طرن نجوم وهي البدر مذبدا أخفاها الله أصلا على محمد البيت التالي جدا جميل جدا رائع زهرة جنبها ذكاء ذكاء من أسماء الشمس رسول الله صلى الله عليه وعليه زهرة هي زهرة زهرة جنبها ذكاء وجنب حل بدر وجانب فارقداها الله أصلا على محمد خلق الله آل أحمد أنوارا فكانت من بينها زهرة الله أصلا على محمد عرفتها الأملاك يوم تجلت في خلق الملائكة ذاك الوقت عندما سلطت ظلم على الملائكة فكشفت تلك الظلم بنورها صلى الله عليه عرفتها الأملاك يوم تجلت فغدت عرفة لأهلك ساها اللهم صلى على محمد وعلي محمد كيف أحصي مديحها ببيان وبها الله في السماوات باها جعلت أولياؤه أولياؤ الله منهم أبناؤها أنبياء الله منهم من ولاها جعلت أولياؤه من بنيها بعثت أنبياؤه بولاها زوجت من سميه علي سميه من الله هو العلي وأمير المؤمنين هو علي زوجت بمن اسمه من اسم الله زوجت من سميه في سماه شفعت في عباده في جزاها جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمتق والاها اللهم صلى على محمد وعلي محمد أشرف العالمين أنجالها الغر وهم يفخرون في منتهى نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذه الصديقة المباركة أن لا يفرق بيننا وبينهم ضرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا شفاعتها في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا زيارة محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وشفاعتهم في الدنيا والآخرة اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد اشتركوا في القناة